اشتركوا في القناة والمخازن المسرح بها والمخازن العشوائية إضافة إلى مراقبة وسائل نقل البضاء على الطرقات وقد أدت هذه الحملات إلى حصيلة أولية من محجوزات لمواد مختلفة كالآتي 171 طن من السميد والفارينة والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة 30 طن من السكر المدعم 300 طن من المعجنات غير سالح الاستهلاك و33 ألف طن من الخضر والغلال 5500 لتر من الزيت النباتي و2380 لتر من الحليب و643 ألف و248 بيضة كذلك 95781 علبة من المعالبات 177 طن من الحبوب 19536 قرورة مياه معدنية 227 طن من الحديد البناء خلال 24 ساعة فقط حجز أكثر من 200 طن كما قاعدين تسمعوا معناها أرقام كبيرة ياسر تحية كبيرة ياسر رئيس الجمهورية قيس سعيد تحية كبيرة ياسر الأعوان الأمن والرقابة والديوان العباد الكل اللي خدمت على رواحها فريمو يعطيهم الصحة ما دي ما نرجع نقول قيس سعيد يعطيها الصحة خطر تعليمات منه هو بتبيعة تدابير استثنائية وكيما قال هو بدأت الحرب على المحتكرين والفساد واللي البلاد نهبوها وكيما قاعدين تشاهدوا وتشوفوا في بعض الصور وعديد الفيديوهات كيفاش معناها المواد المدعمة كيفاش قاعدين يحرقوا فيها والأسباب مجهولة إن شاء الله في القريب العاجل نزولكم فيديو نكشفوا فيه ما بعضنا اشنو الأسباب اللي خلتهم يعملوا كيكا حاصيلوا ما نتقولش عليكم اللي يحب بتبيعة لسان في رئيس الجمهورية قيس سعيد ويحب القارات الاستثنائية اللي قاعد يقوم بها وتطهير البلاد ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو ورايكم يهمنا وهكو يكونوا سنة إلى نهاية الموضوع